عاظم الفلاسفة والأدباء أيها الأخوة والفنانين والمفكِّرين درسوا هذه المسألة ، وأرَّقتهم جِدًّا وحريم بها أن تؤرِّقني ، وأن تؤرِّقكم ، وأن تؤرِّق كل أحد ليكون السؤال أيها الإخوة الذي ينطرح ويثور في وجه كل واحد مننا في كل مرة وكل حين ليت شعري إلى ما أنتهي كيف سأنتهي هل سأواصل مشواري سفري في تحسين نفسي في تعظيم نفسي في مباركة نفسي في إصلاح نفسي في تهذيب نفسي أم أنني أيضا سأهوي مع من هوى والعياذ بالله ريني ديكارتو صاحب العبارة المشهورة أقدس القديسين يمكن أن يرتكب أشنع الجرائم أي وينتهي به الأمر شيطانا مريدا عفريدا عتيا مطواعية الإنسان شيء مخيف يا إخواني طبعا على نطاق ضيق وبسيط يمكن أن يلحظ الإنسان هذه المطواعية في إطار بعض العادات في أشياء معينة أنت الآن لا تطيقها لا يمكن أن تطيقها لكن بعد حين خاصة إذا لزدك واضطرتك الظروف اضطرتك الظروف إلى التعاطي مع هذه العادة قد تتعاطاها ثم بعد ذلك تنسجم معها تماما ولعلك لا تعود تسأل نفسك عجيب غريب أمري كل الغربة كيف كيف طاعتني نفسي كيف لا نع قيادها بين يدي وصرت أطعاط ما كنت لا يمكن أن أتصور مجرد تصور أن أطعاط هذه مطواعية الإنسان مطواعية الإنسان لذلك انتبهوا هذه المسألة مهمة جدا أيضا في الحكم على الآخرين لا ينبغي أن نعنى كثيرا بالحكم على الآخرين أن نطلق فقط الأحكام كم وكم تكلمت في هذا الموضوع لكن من هذه الزاوية أيضا ينبغي أن نعيد التذكير انتبهوا لا ينبغي أن نحكم على الآخرين وأن نهتم كثيرا بالحكم على الآخرين لماذا؟ لأننا مرشحون أن نكون كالآخرين منطق الحكام على الناس لو كنت مكانه أعوذ بالله ما تصورت أن أفعل فعله منطق خاطئ مبتدأا ومنتهى لست مكانه كيف يمكن لك أن تطلق مثل هذا التقرير؟ لو كنت مكانه لم أكن لأفعل فعله بل كنت لأفعل عكس فعله تماما ولا أكونن من الصالحين أنا لك هذا كيف؟ كيف عرفت؟ أنت الآن لست مكانه أنت الآن فقير أنت الآن فقير معتاز مثلا تتعاطف مع الفقراء تتعاطف مع الفقراء ترق للمساكين للمحاويج للمعدمين من الناس أهلا وسائل شيء جميل تكره كبرياء الأغنياء وترفع الأغنياء على هؤلاء المحاويج المساكين لأنك فقير وهذا مفهوم تماما لكن ما أدرانا لو كنت غنيا صرت غنيا أنك تتخلى بل تكفر بهذا المنطق أصلا ورأسا وتعود تفكر كالأغنياء الآن كبعض الأغنياء طبعا ليس كل أغنياء كبعض الأغنياء وربما بطريقة الشرس وأكثر قسوة منهم ربما أيضا تزيد أو تزداد تعاطفا مع الفقراء لا أحد يدري المسألة في حيز الإحتمال لا أنت تدري ولا أنا لا يدري هذا إلا الله تبارك وتعالى فقط وحده الذي يدري ماذا كانوا فاعلين الله عز وجل الله الذي يعلم لو أنه وضعك في الشرط الفلاني في الظرف الفلاني ما عساها تكون استجابتك وحده يعلم هذا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه الله يعلم هذا أنهم سيعودون نحن لا نعلم هو الذي يحلم ولا أحد يجوز له أيضا أيها الإخوة أن يقتصب هذه الميزة الفريدة من مزايا الله عز وجل هذه لله وحده هذا المنطق باطل تماما لو كنت مكانه ومنطق استعراضي أيها الإخوة ومنطق فخور مزدهن لا يرق بالمؤمن المتواضع ولا بالإنسان الواعي بذاتي ولا بالإنسان الواعي بذاتي هذه مسألة خطيرة جدا مرونة الإنسان لدائنية الإنسان مطواعية الإنسان أيها الإخوة ولذلك طبعا والسر فيها ألهمها فجورها هذا هو السر أنه ملهم الفجور عنده لياقة فطرية طبيعية عنده استعداد طبيعي فطري أن يكون شيطانا مريدا أن يفعل أخس الجرائم وأبشع القبائح أن يقترف كل عظيمة ولا يطرف له جفل ويعيش ويموت على هذا ممكن جدا وتقواها هنا يأتي وهنا انتهينا في الخطبة السابقة تقريبا دور الثقافة على المجتمعات الواعية وأعتقد أن هذه المهمة بل هذه المهمة التحدي تقف ضمن المهمات الأوائل التي لها أولية وأولوية في المجتمعات حتى الدينية ربما بالذات الدينية رقم واحد لماذا؟ لأنه حين ينجح المجتمع المتدين في إنجاز هذه المهمة ينجح في برهنة أن دينه دين صالح وأخلاقي ودين أيها الإخوة يحترم جدير بالإحترام وإلا يفشل حتى الدين في رسالته انتبهوا يفشل الدين حتى هنا في رسالته هذه المهمة التحدي أن نكون ثقافة أن نبني ثقافة هذه الثقافة تتظاهر تترجم أيها الإخوة وأحيانا بل في أحيان كثيرة بشكل مؤسساتي في نطوخ كثيرة جدا كالأدب والفن والفكر والسياسة والخطاب الديني وغيري 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 وتستخدم كل الوسائل ثقافة شأنها شأن الثقافة ثقافة ماذا؟ يمكن أن تدعى بمزاج قرآني ثقافة تقوائية فألهما ليس الثقافة فاجرة ثقافة تقوائية وإذا ذهبنا نستقر كتاب الله ونستشيره في كل الموارد التي وردت فيها لفظة التقوى ومشتق منها وجدنا أن التقوى تغطي كما نبهت غير مرة أيها الإخوة تغطي موضوعات وشؤون قد لا يخطر على بال حتى بعض المتدينين أن التقوى مسيسة العلاقة بها التقوى أوسع بكثير من أن تترجم نفسها فقط في الصلوات وفي الطقوس وفي الزخار في حيانا الدينية لا هناك أشياء أبعد من هذا بكثير هناك أشياء أبعد من هذا بكثير في رأس هذه الأشياء أيها الإخوة ما فرغنا للتو من التنبيه عليه والإلماع إلي وهو ماذا؟ وهو أن تتعاطف مع أخيك الإنسان حتى لو كان خاطئا حتى لو كان غالطا وفرق كبير بين التعاطف مع المجرم مع الغالط مع الخاطئ مع المخطئ وبين التعاطف مع ماذا؟ مع الخطأ مع الجريمة مع الغلط